طيب تعالوا بقى نتكلم عن نجمتنا اللي برضو مشرفانة جدا في المحافل الدولية في الفترة الأخيرة وإحنا الحمد لله على أكتر من صعيد وعلى مستوى أكتر من دياضة بعدين أسماء رنانة بتتقال ويشار لها بالبنان على مستوى العالم نجمتنا مايار شريف لعبة مكتخب التانس هتبتدي مشاركتها في منافسات بطولة فالانسيا المفتوحة النهاردة إن شاء الله كأول بطولة هتشارك فيها بعد الخسارة في بطولة كولينا للتانس بتشيلي للأسف الشديد مايار بتحتل المركز التسعة وخمسين وفقا للتصنيف العالمي خلال الأسبوع اللي فات طبعا هي كده تراجعت عشر مراكز عن آخر تصنيف فوس لتلو لأنها غابت عن البطولات مؤخرا تقريبا كانت آخر مشاركة لها في أوائل أكتوبر اللي فات لو أنا مش غلطان في بطولة السين المفتوحة للتانس للسيدات لكنها ودعت من الدور الأول عقب الخسارة أمام نظرتها الروسية طبعا النظيرة الروسية دي بالمناسبة برضو مهم أن نقول لحضراتكم أنها المصنفة رقم 13 على مستوى العالم طبعا كان الانتصار بالمجموعتين مقابل مجموعة 2-1 يعني كل التوفيق لأبطالنا بشكل عام وأكيد لبطالتنا مايار شريف وبإذن الله تحقق النتائج إيجابية في هذه البطولة وبالتالي يرجع مرة تانية تصنيفها العالمي يرتفع من جديد